بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يوم الحد هو يوم بنحاول بي نضع نفس جديد في البيوت نفس يخلينا نمص لأحوالنا بشكل مختلف البيوت محتاجة من وقت للتاني إن احنا نتكلم عن أحوالها عشان نقدر نتجاوز كتير من المشكلات اللي ممكن تكون موجودة فيها بس ده لازم يكون بحكمة وبهدوء لأن في بعض الأحيين بيبقى التدخل في بعض الأحيين ممكن يفسد أكثر ما يصلح وعشان كده في بعض الأوقات بتحصل حالة من حالات الاختلاف في مستوى الطموح ما بين الزوجين اختلاف في مستوى الطموح ما بين الزوجين ده ممكن الناس تشوفوا حاجة ما لهاش لازمة وحاجة مش محتاجة إن احنا نقف عندها هي محتاجة إن احنا نقف عندها ونتكلم عنها بعقل وحكمة لأن ممكن الزوجة يكون عندها طموح أعلى من طموح الزوج وبتشعر إن زوجها بيتعامل مع الأسرة على إن هي حاجة بردة كده ولا لها لازمة لأن هي زي ما يقولوا كده هايبر عايزة تعمل أشياء كتيرة بمعنى إن هو مش قادر يعمل أكثر من اللي هو بيعمله لكن هي عايزة تبزل جهد وتاخد الأسرة لقدام وهو ده مش من طموحه ولا هو بيسعى إليه وهو ما بيحاولش وما بيحاولش بأي شكل من الأشكال إنه هو يتقدم خطوة لكن هي طول الوقت بتحاول تشوف إيه اللي ممكن يخلي الأسرة أكثر ندوجاً وأكثر تقدماً وده في نظرها مش ندج كافي ولا تحمل المسئولية بشكل كامل عند الزوج وكأن الزوجة شايفة إن الزوج ما بيبذلش اللي عليه إن هو كان ممكن يكتهد أكثر من كده طبعاً الزوج بيكون شايف إن هو بيكتهد على آخر وصعه وإن الزوجة مش شايفة بالشكل الصحيح ومش عايزة تحس بهي وبيعتبرها إن هي في الحقيقة بتخلق مشاكل من لا مشاكل هنا على طول أي خبير بيبقى عارف إن فيه اختلاف هنا في ماذا؟ في الأحلام للأسرة وكمان في القدرة على تطوير الأسرة إحنا هنا وصد مشكلة شخصية وهي إن الراحة عند الشخص أهم من المسئولية عند الزوج وهي عندها إن المسئولية أهم من الراحة اللي اتنين على فكرة عندهم قيم بس اختلاف ترتيب القيم بيخليهم عندهم مشكلة وفي بعض الأحيان بتظهر في المشكلة تظهر مشكلة تانية مترتبة على الكلام اللي احنا بنقوله ده مع الزوجين ودود بنقوله في الأزواج القدامة الأزواج القدامة اللي دود بيكون مؤشر أزمة منتصف العمر اللي بيحصل فيها تغيرات كتيرة وخلوا بالكم شوية أزمة منتصف العمر دي أزمة مش لازم تكون أزمة لكن المرحلة دي في الغالب بتكون معاها أزمات ويبقى الشخص شايف إن البناء آدم اللي هو عايش بيه عنده تصور مختلف شوية بدأ يتطور عن الحياة وإيه اللي حاصل وبيتدي يتخيل وينظر إلى حياته بشكل مختلف عما قبل فبعد ما كانت تصورهم عن الحياة مثلا أو تصوروا عن الحياة إن هي مستقرة وإنها زوجة وبتشوف إن الزوج ده في اللحظة دي بتشوف الزوج ده إن هو استهلكها وما خدش وهي ما خدتش منه حاجة فهو يحس إن هي جحدة وهي تحس إن هو استهلكها وخايفة إن هو بعد ما استهلكها يرميها وخاصة في تكريس مفهوم خطر إن الزواج شركة بمعنى إن هو بيزنس خد وهات بس الجواز مش بيزنس حتى القرآن لما حب يعرفنا ركن مهم من أركان الزواج قال إيه ولا تنسوا الفضل بينكم لكن في ظل إن الجواز بيزنس هي ممكن في منتصف العمر تحس إن هي استهلكت وما حصلتش على حاجة وخاصة مع مفهوم الشركة أنا برفض طول الوقت إن الجواز شركة في فرق كبير ما بين الشركة والمشاركة لإن لو جواز شركة فلو الخسائر بقت أكتر من الأرباح تبقى الشركة خسرانة وإيه اللي يحصل ونسيب الجواز ونتطلق وعلى فكرة ده أحد الأسباب الخفية في زيادة نسب الطلاق إن الناس بتتعامل مع الزواج على إنه شركة فلو خسائرنا زادت نفضها شركة ونفضها سيرة وعشان كده أنا مش موافق على ده لإن فيه فرق كبير جدا جدا بين فكرة الشراكة والمشاركة من جهة وهو إيه عقد الشركة فالجواز مشاركة وشراكة بين الزوجين فبيعيشوا مع بعض حياتهم ويندمجوا ويبقوا حاجة واحدة ويمكن ده ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة آه فبيندمجوا مش بيحصل لهم إيه إن هم يبقوا في شراكة الشراكة بتتبني على المشحاة المنافسة وإن كل واحد فيه ما عايز يربح لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان راح يتمم لنا مفهوم إن الجواز مشاركة وليس شركة وعشان كده الواحد يفضل حتى لو حصل في مفهوم الشركة بعض الخسائر فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا راضية منها الآخر لو كانت المسألة مسألة خسائر وأرباح ما كانش هيبقى في عمل بآية ولا تنسوا الفضل بينكم في منتصف العمر بقى بيكتر عند المرأة الإحساس بإن هي عمرها راح منها وإن هي ما حصلتش اللي كانت بتتمنىه واللي كانت بتستهدفه وإن نمط الزواج اللي بتحبه محققتهوش وإن في الجواز ديت هي مش مرتاح ومن علامات المرحلة دي اللي هي مرحلة منتصف العمر إن يبقى فيه تركيز على شيء معين زي التركيز على الأسرة بس على حساب العمل أو التركيز على العمل على حساب الأسرة أو التركيز على الأمور المالية التركيز اللي بيزيد قوي على الحاجات اللي بتحقق الأمان لأحد أفراط الأسرة ويبتدي الشخص يقف للتاني على الواحدة في مرحلة منتصف العمر وبيحس إن ده مش شريك حياته اللي يتجوزه ده حصل تغيير فيبتدي يوجد بديل في نفس الصورة الأديمة اللي هو كان منتظرها وإن بتحصل مخاطر بقى إن كل واحد ممكن يدور على بديل وعشان كده كان كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الشخص لو ملقاش الصورة الكاملة اللي بيتمنها إيه اللي حصل؟ يملأ قلبه بالرضى بالأشياء الجميلة اللي شافها في شريك حياته لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر الشخص اللي بيعبر باتزان في المرحلة دي ممكن يوصل إلى اتحاد المصير مع شريك حياته مع زوجته، مع أولاده فيبقى مش محتاج يعمل حاجة بره يبقى البيت مليان كل ما يحتاجه ويبقى ساعتها مش محتاج إضافة يبحث عنها عشان متعته الشخصية بتبقى مشاركته في البيت في كل حاجة في البيت هي اللي بتخليه يحس بالمتعة وبزهوبة الحياة وبجمال الحياة لأنه حاسس إنه هو مش نقصه حاجة وبيلجأ الزوج اللي بيمر بأزمة منتصف العمر في بعض الأحيين إنه هو يعمل إيه؟ يحاول بقدر الإمكان يبحث بره البيت عن حد يقدم له الامتنان لأن الامتنان ده ما بيتقدمهش في البيت لأنه شايف إنه هو بيقدم حاجات مهمة جدا 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 بس هو لا يمتن إليه فيبحث عن حد خارج محيط القصة يمتن إليه وعلى فكرة ده خطر جدا على العلاقة الزوجية لأنه وهو بيديق البيت وبيحصل بينه وبين أهل البيت لما يديق مفهوم البيت على إنه ما حصلوش اللي هو عايزه بتحصل جفوة وفجوة بينه وبين أفراد الأسرة ومش بس ما بينه وبين زوجته ده كمان بينه وبين أولاده فالزوجة بتكون عارفة هو معاه فلوس أو لا وعارفة إنه هو بيقطر على البيت ولا لا عشان كده بيحس إنه هو بيقوم بدور ومنتظر إنه هو يسقفوله ولما ما يسقفولوش يقفل المحبس على البيت كله لغاية ما يسقفوله وفاكر إنه هو لما يقفل المحبس على البيت بعد ما كان بيقطر لا يقطع المية والنور فاكر ساعتها إنه ما يحسوا بأهميته في البيت لكن هو مش هيحسوا بأهميته في البيت هما يحسوا بحاجة واحدة بس إنه هو بيتعمد إذاؤه ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره البخل والبخلاء ليه؟ لأن ده بيأذي الإنسان لأنه بيحسس كل أفراد الأسرة بأنهم مهددين ولما تكون الزوجة كمان بتشتغل والزوج بيحس إن هي لازم تتصرف وتشيل عشان هي معها فلوس فتصرف على البيت وكأنه وكأنه بيعاقبها وبيأنبها ولو هي ما عندهاش ندج بيحصل لها إيه؟ عتعمل إيه اللي حاصل؟ عتقبض على الأولاد وتعمل إيه؟ وتبتدي تغير في أدوار البيت وإيه اللي حاصل؟ والدور اللي ما بيقومومش بيه للرجل هي تقوم بيه وتكمل البيت وتقول للأولاد شوفوا أنا بعمل إيه؟ بقوم بدور أبوكم فإيه اللي يحصل؟ فيتقلص دور الراجل فيتنزع بعد كده ويفضل التنزع على الجزء المالي في الحالة اللي إحنا فيها دي لازم يشتكوا إن الأولاد كل واحد يوم في حتة وما فيش أي حاجة بتجمعهم والأسرة خلاص بقت مفككة عارفين ليه؟ لأن اللي كان بيجمعهم هو اللي ذكر في الآية ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بقى السكن من السكن بقى الناس متفرقين عشان الأهداف مختلفة والرغبات مختلفة بقى كل واحد في حتة الأولاد والزوج والزوجة كل واحد ليه هدفه فما بقىش في حاجة بتجمعنا في الحالة دي هي عبارة عن اتنين عايشين مع بعض في مكان واحد الزوج والزوجة بيبقوا عايشين في مكان واحد عارف أنت كأنهم إيه؟ كأنهم اتنين سكنين في المدينة الجامعية إيه اللي حاصل؟ ما بيجمعهمش حاجة وإيه اللي حاصل؟ فيبقى مسألة الانتقاد ومسألة الانتقاد من كل واحد تبعد بينهم وما يتقبلوش وكل ما يتقبلوه يوجعوا بعض فيحصل الشقاق وحتى لو بينهم علاقة خاصة برضو إيه اللي حاصل؟ بيفضل الشقاق موجود لأن بعد ما تنتهي العلاقة خاصة يبتدوا يفتكروا ويرجعوا تاني للشقاق وهنا بقى بيبقى مفهوم التعالي حاضر ما بين شركاء الحياة جدا ولما يجي أحضر مفهوم التعالي بيهدد حياتهم سوا فممكن الزوجها تحس إن هي أفضل من زوجها اجتماعيا وماديا وممكن تكون كمان بتستعلي عليه عشان هي حسة إن هو أنا آسف إن هو مش جدع معها وسيبها تقف لوحدها وسيبها تتعرض لمواقف سخيفة وكمان هو ما بيلبيش احتياجاتها فتحس إن هي للأسف مستحقة إن هي تستعلي عليه لأنه ساعتها ما بقى شمال عنها وساعتها هو كمان يستعلي عليها وده بيكون في أحوال كتيرة منها إنه يكون ناوي مثلا يبص بره ولذلك أفضل طريقة لتأمين المسألة دي إن هو يبتدي ينتقدها ويبتدي يتعالى عليها عشان يحسسها بأن المسألة رحى إلى طريق إنه يوجد بديل ولذلك أفضل طريقة لتأمين الزوجة هو إن الإنسان يتواضع مع زوجته لأن التواضع ده بيخلي ست تخف من الخوف هنا بقى إيه الحلول اللي ما تروحها قدامنا عشان نخرج من هذه المسألة اللي تبدو والله تبدو مسألة خلافية أول حاجة هو إعادة الأسرة إلى أن تكون أولى أولويات الزوجين يبقى إن الأسرة تكون أولوية لدى الزوجين مسألة مهمة جدا تظهر إيه في إن الأسرة أولوية للزوجين إن الاتنين يخصصوا للأسرة وقت خاص لا يمس وإن الاتنين يخصصوا وقت لسماع الأولاد والوقوف جنبهم لما الاتنين بيجتمع على الأسرة بتبتدي تتفتح أبواب كتيرة جدا 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 لإيه؟ للأهداف المشتركة والمعاني المشتركة وبعد كده نبتدي بقى نشو قول نحط شوية إجراءات بس أول حاجة لازم اللي اتنين يجتمعوا على إن الأسرة أولوية ليه تجتمعوا على إن الأسرة أولوية؟ لإن دوت البوابة اللي هم دخلوا بيها على الأولاد ولذلك وجعل بينكم بينكم في محيط الأسرة فلازم نرجع نبص للأسرة مرة تانية إيه أول إجراء بعد ما نحط الأسرة أولوية عندنا يساعدنا في ده؟ لازم يبقى فيه مستحة من بين الزوجين عن العيوب اللي بيتدايق منها كل طرف عشان يقدروا يسيلوا الموانع ده اسمه الموانع ده اسمه أنا دايما مسميه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن من شعب الإيمان إماطة الأزة عن الطريق إن كل واحد فينا يعرف إيه اللي بيدرق شريك حياته ويتجنبه ده إماطة الأزة عن الطريق تاني حالة نبتدي نفكر في الأعمال المشتركة بيننا الأعمال المشتركة بيننا زي إحنا بنحب إيه نعمله مع بعض بنحب نقرأ بنحب نتعلم بنحب نتناقش بنحب نتعرف على الأشياء الجديدة بنحب إن إحنا نفكر فيه الجديد في حياتنا ونبتدي نكسف الأعمال المشتركة اللي إحنا بنعملها مع بعض تالت حاجة ممكن تساعدنا جدا التواصل الجيد والتخلص من التراكمات السلبية بيبع عندنا إجراء بنعمله كده لطيفة قوي قوي بنشير إليه في إرشاد الزواجي إنهم يعودوا ساعة مع بعض ويتكلموا عن كل المشاكل اللي كانت في الماضي الساعة تخلص يقفلوا ده ويرموه ويبتدوا إيه اللي يحصل يتفقوا على إن احنا مش هنفتح الماضي مرة تاني وإيه اللي حاصل وعن نبتدي نتحاور مع بعض بإن كل واحد يفهم التاني ويتفهم ده وفعه ويتفهم احتياجاته ونتفهم ما فيش حوار بيننا إلا وإحنا خارجين بقدر مشترك بيننا إحنا اتنين وين يبتدي نحط معايير لجودة الأداء بتاعنا لجودة الحياة الزوجية بيننا إن إحنا لن نتكلم عن الماضي رابع حاجة إن إحنا نفكر بشكل أنضك في حياتنا ونتكلم عن التغيير السلوكي والأخلاقي إزاي يتم وإزاي كل واحد فينا يكون سند للتاني ودعم لي عشان يقدر يوصل لده يا سادة اللي إحنا قلنا ده ده مش محاولة للاتحاد مصير محاولة لفهم الجواز بيكون إزاي لما الاتنين يبقى كل واحد فيهم ليه هدف وراح في اتجاه تاني ده مصار يرجع الجواز إلى مكانته وإلى احترامه وإلى تأديره ماينفعش إن كل واحد يقدف بمئدافه فنفضل نلف حوالين نفسنا البيت سفينة والبيت مركب ماينفعش واحد بس اللي يقدف وماينفعش واحد يصر إن هو يقدف بغير ما يكون على التوافق مع المئداف التاني لازم يكون بنا عشان نتقدم إلى الأمام ونتقدم الأمام مش بس من إن أولادنا ينجحوا مش بس إن احنا نجيب أرباح لهذه الأسرة لكن نتقدم للأمام نحس إن حياتنا مش بتسترسب من إيدينا نحس إن حياتنا ليه هائمة وليه احترام وكمان حياتنا وعاء لسه بنتلقى في السعادة اللي جاية من قوله وجعل بينكم مودة ورحمة ارحموا بعض وحاولوا تتقاربوا لأن التقارب هو اللي بيجلب ليكم النظر إلى قلبه سبحانه وتعالى وتجدوا مودته وتجدوا رحمته وتجدوا وده سبحانه وتعالى بينكم لأن الودود إذا كان بين الزوجين فلن يجدوا إلا الود يا رب اجعلنا من المتقاربين اجعلنا يا رب ممن يذهبون ليتفقوا فيجدوا مددك هناك اللهم إنا نسألك مددك بحسن التوفيق إلى التوافق يا رب العالمين يا سادة عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بتنقى عليها أسادتكم من بركة اللي بتفضل بركة ونور وجسر من المحبة والود بنا يفضل ممدود على طول ونبتدي بتلقى أسئلتكم المباركة ومعنا معنا الأستاذة مونة تتفضل ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاتو أستاذة مونة زي حردك يا عميدي؟ فضل والحمد لله ونعم من بني ديك السهر رب الله يبيك أنا كنت عايزة أسأل يعني إيه علاج روحاني؟ أنا ممكن أسألك أنت عارفة عن إيه علاج روحاني؟ أنا مش عارفة هو ما فيش حاجة يسمعها علاج روحاني؟ ما فيش حاجة يسمعها كده؟ هو ما فيش حاجة يسمعها كده؟ إيه لا لو أنت بتتكلمي أصل العلاج عندنا العلاج عندنا ده خاص بالكليات المسؤولة عن العلاج يعني بدل فيه علاج يبقى فيه عقاقير لكن أنا ما فهمش إن العلاج ده يبقى بدون دراسة علمية رصينة بدل فيه علاج يبقى فيه أدوية بدل فيه علاج يبقى فيه تخصص أنا لما سألتك قلتلك لما سألت حضرتك أستاذ مونة هو يعني إيه علاج روحاني؟ لأن أنا ما عرفش الكلام ده ما عرفش الكلام ده يعني إيه؟ يعني أنا ما عرفش إن ده يتسمى علاج ولا أعرف إن الكلام اللي بتقال ده ينفع الواحد لو راح لحد يعالجه عليك روحاني والشخص ده أذى مثلا أو أوحاله بأي شيء فأوحالها مثلا بأن هي ست رائقة وست نقية وست أفاتار مثلا ست رقية أوي فبسط الجزء قالت بس ده جوزي كده يبقى شخص كده أقل مني ويمتص وعي ويفسد علي طقتي ويفسد علي حياتي وأنا روحانيا بقيت من الأقطاب ومن الأولية والراجل ده ما يستحقنيش فروحت متطلقة وهي في الحقيقة الشخص كان محتاج يتأهل يتأهل إيه؟ يتأهل من قبيل الوعي مش بس يتأهل نفسيا هو لو عمل كده معه مين هيحسبه؟ يعني اللي هيستخدم العلاج الروحاني ده لو عمل خطأ أنا حسبه إزاي؟ طب الأطباء عارفين عندنا نقابة وعندنا كمان محكمة عندها قانون ممكن تحبس الطبيب أو تحاكم الطبيب إذا لم يبذل عناية الرجل الحريص الشخص ده لو أنه أخطأ أو أساء مين اللي هيحسبه؟ مفيش حساب فعشان كده مفيش علاج إلا إذا كان فيه مسئولية إذا كان الشخص ده مش هقدر أساءله فمش من حقه أنه يشتغل بالطب لأن دي أنفس ناس وأرواح ناس وحياة ناس وعقول ناس وقلوب ناس ودين ناس كمان ده دين ناس ممكن الواحد بسبب ما حد يفسد عليه عقله يفسد له هذه الحياة كلها ويفسد عليه علاقته بربنا أنا ما شفتش حد اشتغل بالكلام ده إلا وأزى ناس كتيرة جدا 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 وأنا ما شفتش ده في تخصصات اللي احنا عارفينها اللي ممكن يكون هذه التخصصات محاطة بما يوفر الأمان لمن يتعامل مع هذا الأمر ولذلك أنا معرفش هذا الأمر معنا مين؟ معنا السيدة ممازن عليكم السلام عليكم عليكم السلام وراح اطلو بركاته نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب في نعم يا رب أنا بحاول اتواصل معاحتك على صفحة البرنامج بس صراحة ربنا مش عارفة خالص انت حدك متواصلة معايا مباشرة هو اتفضلي عشان وقتين ماشي اوكي بصوح حضرتك معلش نساعد صدرك شوية بصوح حضرك أنا عندي ثلاث أولاد ومطلقة تمام وشغلي ما عندي شغل فأنا عملت زي مشروع كده بس المشروع ده أنا أخدت فلوس من الناس تمام الفلوس ديت مبلغ يعني خمسين ألف مثلا وبدفع عليهم شهريا ألف جنيه الناس دي تديني الفلوس دي على السنة أنا شغالها لها تمام والألف جنيه ديت بيأخدوه مني كل شهر ماكسب أكسبت أو خسرت بيأخدوه ألف جنيه تمام فأنا بشتغل ديون في القسط فأنا دلوقتي بتعامل بالقسط مع الناس بتديهم بفايدة آآ خمسة وتراشين في المية مين حضرتك؟ حضرتك بتديهم فايدة باعتبارك إيه؟ لأ يعني أنا بديل مين بالضبط؟ أنت بتديهم بتقولي أنا بتديهم فايدة بتديهم فايدة ليه؟ فايدة إذا المصطلح بيستخدم مع الديون أنت مش بتقولي أن أنت بتاخد الفلوس دي عشان تشغليها؟ بألف جنيه كل شهر؟ لا ده مفيش حياة ما متعارف أنت هتكملي معايا السؤال ده أستاذة ممازن ولكن هنكمل معاك السؤال وخليك معنا ولكن هنخرج فاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية عشان نكمل مع ممازن أسئلتها ونتلقى أسئلتكم أسئلتها وكمان نتلقى أسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم وكان معنا قبل الفاصل السيدة ممازن وهي كان بتتكلم على شكل من أشكال التجارة والتلفون قطع هي تحاول تكلمنا تاني ولكن دايما في التجارات اللي بيجوا يحد ياخد أموال يستثمرها في شراكة بينه وبين الآخرين أو بيكون هو في شكل مضربة لازم لو هو يعطي فلوس شهرية لازم بشكل واضح يعمل حساب ختامي ما فيش حاجة اسمها إن أنا بدي لهم ألف جنيه سواء خسرت أو ربحت لا إحنا بدي لهم فلوس على إجمال العمل طول السنة ولو اديتهم فلوس تحت الحساب في الآخر خالص لازم أعمل حساب ختامي أشوفهم أخدوا قد إيه من ما يساوي أرباحهم في مما أخدوه كل شهر معنا الأستاذ سواء من بورسعيد سلام عليكم شكرا أهلا وسعلا أزاكم أستاذ سواء تفضالي عليكم السلام عليكم بعد إذنك يا شيخ أنا متجاوزة بقى لي خمس سنين وبشتغل طيب ويخلفت بل فأنا مش عارفة يعني كنتش أخد بيلي إنه أصلا موجود هو دوجي يصرف والكلام طيب ما كانش بيأكثر معي كنت مطرف أنا فالوقتي أنا عادة مش شولة شون بنتي يعني لسه رضيعة وكده فاتشفت له ما بصرفش علينا حاجة وكل لما أجا طلبه بكده يقول لي بس أنا عجباني قوي إن أنا إن أنا ما كنتش واخد بالي إنه هو المفروض يصرف يعني أمي اللي هو الراجل الراجل المفروض يعمل إيه في البيت يعني المفروض أو ألف بي جواز أه إحنا ما اتجاوزنا في شاقتي دي بتاعتي أنا فهو طرحي ووضب هالي وكل حاجة أمي فبدأت أنا في ربا مش مش في داغي مش بركزة يعني فلإنه مش يعني بدأ المؤولي بتخلص نفسي يجيبه أجام الحاجات بتاع دي طلباتنا من البيت من من الشارع يعني من الجاي طيب وبعدين أما عادت بقى في البيت اكتشفت إنه ما بتصرفش علينا حاجة وبدأ طالب اللي أتشعر بصرف بنته حتى بلاش أنا بيقولي ما انت موظفة ويشتغلي وهي بنتك برضو أنا مش عارفة أعمل إيه هل هذا هل ده صح أنا عايزة عارة فقم الشرع يعني وده ده كده صح لا مش صح هو الراجل لابده إنه هو ينفق وينفق بما يستطيع طيب أولي بقى لي كلمة علي بقى قلت علي وراح فيه بس الأول خلينا واحدة خلينا أقولك واحدة واحدة بس الأول الأول خالص هو يجب عليه إنه وينفق يجب عليه إنه وينفق عليك ينفق عليك أنا مش متصارن هو ما منفقش خالص لا بيقولي انت بتشتغلي فما ما منفعش يصرف عليك لا لا هو قاد يكون بيقصد إنه هو مش هيديك ما صوف في إيديك لكن أكيد ده وبيصرف حاجة في البيت ولا ما بيصرفش حاجة في البيت خالص هو الوقت حاليين مسافر بقى لو سنة فطعنا ما تبعتناش ولا مالين يا ده حرام ده حرام يعني أول بدل هو متجوزك وهو بيشتغل وعنده فلوس ومن بيصرفش على البيت ده حرام الله سبحانه وتعالى قال ينفق الزوالس ساعة من ساعة فهو لازم ينفق اسمعيني لا أنا مش هوصلك لأنك انت تعملي اللي على كيفك خليني بس أقولك الأول أحكام الشرع وبعد كده أقولك الحكم الشرعي لللي انت بتسألين عليه أول حاجة هو حرام عليه إنه هو يكون بيكتسب ولا ينفق على أولاده هذا ليس اسمه بخ ولكن اسمه نوع من أنواع تضييع الأسرة فهو يجب عليه إنه هو يصرف عليك الأمر التاني بقى اللي انت حضرتك بتسأليني عليه ده حضرتك لسه زوجته فمش هتتصرفي كأنك مالكيش زوج ها هو لسه زوجك انت بتسأليني بقى ليه كلمة عليها أصلك ليه كلمة عليها دي كلمة وسعة قوي بتوصل من أول هل ليه إنه هو يقول لي ما دخلش وما خرقش لغاية ما هو ممكن يمنعني إن أنا أكلم حد راجل تاني ولا لأ فالكلام الواسع ده ما بنجاوبش عليه احنا بنجاوب عن تصرفات شرعية محددة ممكن نكلمك عليها فكلمة هو لسه ليه كلام عليها بدل ما بيصرفش لا هو ده ما حدش بيجاوب ما حدش يا أخوانا أي مفتي يجاوب على أي سؤال بهذا الطريق هو ليه كلام علي يعني إيه ليه كلام علي إن هو ليه إن هو مازال حتى الآن زوجي آه مازال حتى الآن زوجي حضرتك ليه كلمة علي معناه إيه؟ إن هو أنا في البيت بتاعه اللي هو فرشه واللي هو أعده فأنا سكنة في نفس البيت ده فأنا في عصمته فإحنا هنأمره إن هو يقدم عليه ونأمره كمان إن أنت تحافظ على الزوجية لكن مش هنيجي هو لإنه أفسد الزوجية أقولك أنت كمان أفسدي أحكام الزوجية أنت كمان فلأ فالمسألة ببساطة خالص مش إنه هو ما بيصرفش أنا كمان أعقبه وانتقم منه وكمان أوريه يعني إيه؟ واحدة زوجة لا ما بنعملش كده إحنا في الإصلاح الزواجي ما بنجاوبش على الناس كده إحنا بنجاوب على الناس بعقل لإن هذا الكلام لما الناس بتادوا يقولوه خربوا البيوت أنت ما زلتل حتى الآن زوجته وهو لو سمعنا أنا بقوله أنت لو بتكتسب ولا تنفق على أهل بيتك أو إنك أنت مفرط ولا تعمل ولا تنفق على أهل بيتك فأنت وقع في كبيرة أنت وقع في ظلم وفي تضيع أسرتك فاتق الله في أسرتك اتق الله في زوجتك وأولادك لأن دولة أول من ستسأل عنه من يوم القيامة فاتق الله سبحانه وتعالى وأنفق على أهل بيتك ولا تكن من الفتانين هذه فتنة فاتق الله سبحانه وتعالى السيدة الممازن رجعت سيدة الممازن تفضلي حضرتك أيه يا شيخ معلش السؤال بس حضرتك هو ما كانش كامل هو بص وكذا سؤال في بعض بص حضرتك وأنا بقول لحدتك أن أنا باخد يعني مثلا خدت خمسين ألف جنيه شغلتهم بدفع عليهم لصحاب الخمسين ألف جنيه ألف جنيه كل شهر دي حاجة حاجة ثانية أنا باخد الخمسين ألف دول يعني إيه بتاخد استني واحدة واحدة بس ميش يعني إيه بتاخد بياخدوا على الخمسين ألف ألف جنيه كل شهر يعني إيه هما هي هو بيطلعوا الفلوس كده بيطلعوا بيشغلوا لا 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 استني بس حضرتك ما ليش دعوة هما أو أنا مش هسعل هما مين ولا مين هما دولا بأنتي بتتفعلهم الألف جنيه كأنهم إيه كأنهم ربح على الخمسين ألف أيوة بالضبط كده آه طيب خلاص بأنتي بتشغلي الفلوس وهم كأنهم شركائك وبياخدوا ألف جنيه كل شهر بالضبط كده بس لو أنا خسرت ما بيعملوش دعوة لا 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 أنا هكمل بعدين أوه ماشي أنا بس أنا هكمل بحديك السؤال أستاذة ممازن ما تاخديش مني إقرار أنا دلوقتي بسمع منك السؤال وبس كامل التاني أنا أنا أقول لحضرتك أيوة السؤال كله وبعد حدك كده رد علي اتفضل يا ممازن أوه بصة حضرتك أنا باخد الخمسين دول أشغلهم في القسط تمام؟ فأنا بجيب مثلا لسين من الناس حاجة بجيكمل القسط ده بيعمل هولها مثلا قسط على 12 شهر تمام؟ فبتدفعلي في الـ 12 شهر دول ممكن تيجي مثلا تدفع شهرين تلاتة وتيجي تقع متدفعليش مثلا 6-7 شهور تاني تمام؟ وتيجي تقولي طب جدوليلي الفلوس زيت بفايدة جديدة بنسبة جديدة بلاش فايدة بنسبة جديدة نسبة اللي هي زبح بتاعتي فأنا بعمل النسبة بتاعتي 35% فبجدول لها السبع شهور دول بنفس النسبة تاني واعملهم لها قساط تانية على ايه مثلا؟ 12 شهر تاني وبتكمل بقية قساطها القديمة مع الجديدة وصل حضرتك ازاي؟ جدا انا اقول لك حاجة تمام ممكن بس اكمل طب عشان ترد عليها مرة واحدة عشان ما يطعش الاتصال انا خايفة اوية من الاتصال يقطع تفضليك اه فأنا دلوقتي دي كده جدول في حاجة تانية ان فيه ناس شغالين معانا برضو في القسط بيقلوا لي بيعملوا ايه اني مثلا انا معاند قسطك يوم عشرة يوم حداشر اليوم عليه خمسين جنيه غرامة يعني ايه استني بس يعني ايه شغالين معانا في القسط يعني ده حد تاني اه حد تاني اسمعي بس يا فندم خليني انا اسألك السؤال مع حضرتك كأن فيه حد تاني انت بتشتغلي منه بتاخده انت كمان منه بالقسط لا هو شغال زي في القسط فبيقل لي يعني هم احنا احنا مجموعة كده شغالين كل واحد لوحده يعني تمام فبيقل لي اه اليوم اللي يتأخر يعني انا معايز است مثلا فلانة يوم واحد جات يوم اثنين عليها ما جابتش يعني هو بيقترح عليكي نظام جديد مش بيقترح هو ماشي كده مالكيش دعو بيه هو بقى اسأليني عنك انت ما هو بيقول لي كده عشان الناس يمشي معاكي ملتزمة اه ما انت بقول لك يعني هو بيقترح عليك ان انت يمكن ان تستخدمي هذا النظام عشان الناس تلازم عليك هو بيقترح عليكي ده اه هو ماشي بالنظام ده في بيقول لي امشي بيه عشان الناس ملتزمة معاك خليني اجاوبك على التلات اسئلة اه فده ده كده انا يعني فيه غرامة هل بقى دلوقتي حضرتك انا الغرامة اللي انا بحطها على الفلوس دي حلال وهل جدولة الفلوس دي اللي هي القصات اللي هي اتأخروا فيها دي حلال وهل الفلوس اللي انا باخدها شغالها دي حلال ولا ربا لان فيه ناس قالوا لي دي تعتبر ربا طيب اجاوبك هو اجاوبك يا مميز اول حاجة ما ينفعش ان انت تاخد الفلوس وتشغليها اولا اللي انت بتعمليه ده يبدو ان انت عملت الكلام ده وانت مش خبيرة في القصة دي كلها خلي نصح تليكي بعد ما جاوبك على الاسئلة بس خلي بالك لان المسألة دي انا بكلمك على المسألة الاقتصادية عشان اقولك ليه من ناحية الاقتصادية اللي انت بتعمليه ده واتفيه خطر شوية اول حاجة السؤال الاولاني انت بتاخدي الخمسين الف وبتدي للاصحاب اللي مديين لك الفلوس دي الف جنيه كل شهر انا عارف ان ده مثال ده اذا ما كانش فيه حساب ختامي تشوف الفلوس بتاعتهم دي اللي هم اخدوه كل شهر بيساوي اللي انت اكسبتيه وانت اديت لهم الفلوس زيادة عن كده ده ما منوع شرعا لازم اللي هم بياخدوه ده يكون بيساوي الارباح اللي ربحتها الخمسين الف جنيه مفيش مانع ان انت تدي لهم اموال كل شهر تكون تحت حساب الارباح لكن ما تكونش الفلوس دي عبارة عن مال على المال لكن تكون حصة من الارباح اللي بتكمعها الخمسين الف جنيه يبقى اي حد بيديك فلوس لازم تحسبي ارباحك من الفلوس دي ايه واعتبري نفسك بتشتغلي في البيع والشرة البيع والشرة اللي هو بالقصد فانت بتشتغلي في التجارة فانت بتشتغلي كأنك بتشتغلي في المضاربة فهم بيديك فلوس تشتغل بيها وهم ارباب المال وانت بتدي لهم حصة من الربح واضح كده ده اذا كنت بتعملي حساب ختامي في السؤال الاولاني فالمال اللي انت بتاخديه ده حلال اذا ما كنتش بتعملي حساب ختامي وبتدي لهم فلوس مالوش دعوة بالخسارة والربح انت في خطر عظيم ليه؟ لان انت كده بتركبي ديون لا علاقة لها بعملية التجارة اللي انت بتقومي بيها عرفت ليه؟ الشرع بيقولك لازم تعملي حساب ختامي لان انت لو ما عملتش حساب ختامي انت بتركبك الديون ده السؤال الاولاني السؤال التاني اللي انت سمتيه جدولة الايه؟ جدولة القصد اللي حاصل دلوقتي انت ليك دين فتأخروا في سداد هذا الدين وقع عليك ضرر لازم تحسب الضرر الفعلي والفلوس اللي عرض فيها تكون بتساوي الضرر الفعلي بتاعك لكن اعادة جدولة الديون اه ممكن يكون باب من ابواب الربع اذا انت مكنش الفلوس اللي بتخديها دي بتساوي الضرر الفعلي اللي وقع عليك فليه طيب؟ لان انت في الفلوس اللي انت بتخديها دي مقابلة الضرر الفعلي مش مقابلة ان انت عايزة تضيفي ربح تاني على دين لا دا انت بترفعي عن نفسك الضرر الفعلي قوله صلى الله عليه وسلم الضرر يزال يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرار فانت بترفع الضرر للفعل فتتخدي من عليهم مقدار الضرر للفعل اللي انت بتخديه ولزيك اللي اقترحوا عليك او اللي بيعمل بيه الشخص ده انه هو على كل يوم 35 جنيه لا ده مش جائز شرعا لازم اللي هو بياخده في مقابلة التأخير يكون بيساوي الضرر للفعل اللي بيقع عليه وعشان كده لازم يبقى فيه دراسة وحساب للضرر اللي وقع عليك مش احنا نحدد ونقول الرقم ده هو مقابل التأخير وهو ده اللي انا حطه لا ده ممكن ما يكونش جاء الشرعا لانه قد يكون ده بناء على ان انت زودت مال على الدين وده ممكن بشكل او باخر يكون يوقعك في بياء كالب بكالب وده لا يجو الشرعا يبقى ايه اللي حاصل عايزة تضيفي حاجة في مقابلة التأخير تكون بتساوي الدرر الفعلي اللي وقع عليك لكن ما تضيفيش اموال كده اعتباطا في مقابلة التأخير لان المال اللي على في زمة الناس ده اسمه دين فالدين لا يصلح ان يحصل على مال عليه بدون ما يكون بيساوي الدرر الفعلي اللي وقع عليه نعم معانا مين مين يا فنم استاذة منار تتفضل عليكم ساعة كاتو تفضلي 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 استاذة منار انا ممكن بعد اذن حضرتك تكلمينا مرة تانية لان الصوت مش واضح خالص فكلمينا في مكان تكون في الشبكة احسن يا استاذة منار يا سادة خلينا نقول ان احنا يا سادة في ظل اللي احنا في ده في كتير من الناس بيلجأوا الى محاولة الحصول على مال باشكال متعددة وانا بقول الكلام ده لسيدة امو مازن والكل الناس اللي بيشتغلوا عن طريق ادخال انفسهم في مسألة تتعلق بجمع الاموال ثم الاتجاربية اولا المسألة دي لابد ان تكون في شكل فيه نوع كبير جدا جدا من الاحتياط وانا لا احب التوسع في هذه المسألة لان الحاجة اللي احنا فيها دي فتحت ابواب خطر كتير على المجتمع فاذا كان فيه انسان ايكون فيه شراكة بينه وبين حد تاني لازم يكون دقيق لان هو لو فرح ان هو بيجمع الاموال وبيتاجر وبيتشتغل الاموال لكن في نفس الوقت هو مش قادر يحسب الاموال اللي دخله ومدى التدفق النقد بتاعه ومدى الارباح بتاعته هو بيركب نفسه لديون ضخمة ولذلك انا بنصح الناس ان هي عندما تحصل على اموال من الناس ويكون بينهم شراكة يكونوا محتطين جدا وخاصة في ظل بعض الظواهر التي حدثت في بلدنا من ناس بيتوسعوا في ده ويكونوا مش جادرين ولا يكونوا امناء فيوقعوا المجتمع كله في مشاكل كبيرة جدا 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 يا رب الهمنا الصواب لكي نحافظ على اموالنا واموال الناس حتى لن نكون سببا لفساد ولضياع الاموال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال انه لا يأكل احدنا ملأ اخيه ومن قطعت له ملأ اخيه فقد قطعت له قطعة من النار ووصف الصحابة رسول الله انه نهى عنقيلة وقال وكسرت السؤال واضاعة المال يا رب اجعلنا في هذا الوقت حريصين كل الحرص على اموالنا واموال الناس لكي نكون في امانك وفي رضاك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا على الدوام من الطائعين والامنين والامناء بمددك يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة